ترجمة نانسي قنقر 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 بسم الله لنبدأ لنبدأ راجل حرية وعرف كيف يحجني كيف تقول المهم هي ترصيف رحانة اعيدة على بابا قبل ان نولد وقسمان بالله اهزي بنادمة واحدة اخرى سوف نطبعه في الباسبور وانا خرج من الحدود الاوروبية وانا ما زال بقى في المطار مخلت فيها يلفسده يلفعله يتركه الكلام الزن قوي ولكم انت تخيلوا كيف مبغيته مخلت ما قالت فيها انا تقول اولي هذي اللي اجاي انا وياها في الطموبيل وفرحانة بياه والمسامح كريم حيدوا لي داب الباسبور ديالي وحيدوا لي الوراق انتوعي ديال ديال البلاد لا هي للراجل اللي كنت محزز ما به اركبنا في الطيارة وليدات لي تماما ارهما يتعودش شو هات فيها العادي والبادي مخلت فيها كحزيمة ماير متخوطة ويا 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 غير من الكلام الصمتة الى تحت غريبا انه مرة في السنة تقول شيء ولكن اهه ومعانا بلاستي حتى ترجم وراجل كان وسط ما بيناتنا وياه كانت من جهة الكلوار غادي تنضلي هي الفاعلة ونضي من هنا اره ماشي بلاستيك راجل في شاف بل انا و القضية حامضة قال لي غير نضي وخليها وقاعد المغربة في الطيارة كي تتفرجوا فيها قلت صغير باش تسكت وقاعدت الطريق كاملها وياك تختفيها وانتي غادا وغادي تشوفي شنو غادي ندير لك تحزن علي ما فقبرها اذا خليتك بعقلك رامع عندي عقل بدتك تهددني في الطيارة نبيع لك شعري نبيع لك خيوطي نبيع لك دراهمي اذا انتي بقتي مع فلان هي هاديك ماسكتش واحد السيدة من جيال اخرى قلت لي واش بغتيالة تبذلي معي البلاسة انا جيتني جاوبها اذا بغتيت قلبي بين هالطيارة قلت ودوز ذلك الطريق بحال هكاك حتى وصلت ومشينا شدت طاكسي ومعارج ليس لديه علم بزاف بالأتمينة فمشيت معاه قلت لي انتيكم بخمسمائة درهم عشوالها في ريال قلت لي مالك اخوي على هالتامان لك ما حيت اسمعتين العربية عندهم مع كلادرتي هالتامان كامله انا رأى من هذا البلاسة الهاد البلاسة واجت بثمائة درهم وياه شنو دارت لي يا حماتي نطلية شاهدت الفاسدة مولفع بالطاكسيات هذا ليس طاكسي حشم ودخل رأسه في حواجه قلت لي غيرت العياس الشريفة والله لن تخلص من عندك على هالتامان ولكن على الاقل احترمي غير ذكر الكرش اللي قدامك ما عرفتها تولد لك هنا وكيف قلت ليكم بقوت باني كنت محبوسة في ذاك البيت بحيلت عندي التهم تخيلوا مسكين ركبنا ورغم كل شي وصلنا وقال لي رجلية ايش حال قال لي اللي بغتي وحتدتها ما اللي قلت لي كمك ما تعطيش لي انا غير شفتني ذاك البنت لماذا زال بقى صغيرة اعطى رجلية 300 درهم وطلعنا للدار اهي دخلت وتنشرت علينا ومحز مراسها ما بغى تتاكل ولا تشرب وبطي يقول لي لا راني كليت في الطيارة نوضيت شربي راني شربت في الطيارة كيف مما كنا نحط الطبلة كنا نهزوها وبطي يقول لي يا مالها شنو كاين والله يا ببارة كانوا فرحانين وقالوا لي يا غادين هبتك تشوفي والدك غريت هالزولدها اللي قده قداش ومشات دلعاتي وياه ما خلت فقه ما خلتش ووافات انا كانوا يجيبوا لي غير الخبار كرشي الفمي وزراكت بالفقصة فاش كتجي عائل تبا باش تقول لي علي اسلامت بنتك ما كينش راجلي وانا مراضياش سيمانا وهي سمحافية لا هو سول ولا هي سولات رجعت دفعت الباب ودخلات ومشت نيشن للصالون ترحات لا ادب لا احترام باشت عند امي وقالت لي راجعت فلانا اللي في وقاس اختها ومشت دخل عليها للصالون وقال لها مالك اختي فلانا يكلها بس من يجيتي مقلسي معانا رميتي لي البنت وزدي وضحكتي فيها العائلة شنو واقع قلت لي شوف بنتك هاش كدير و هاش مكدير راكت رد عليها وراما مربياش وبنتك رامع فونة جابت لي المنديد الخبز قلت لي شوف العفن ديال بنتك وانا كنت محبوسة وهم اللي كانوا يجيبوا لي الماكلة للبيت بكنت لا نخرج و لا ندرج قالوا شو باتي ندير لها دابرة بنتك حيتها من حجر الوحسا في حجركم يكت النهار الاول قلت لكم بنتي بغيت هذا القلس عندي هنا حيث انا اللي عارف العقلية ديالها ولكن قلت لي اللي ما تخافش غير عطيها لنا بنتي كانت كيف النوارة ورجعتها ليا من دبالة جا عندي بامسكين تغمزني غير هو اذا قلت كلامي وماشي واقعي انا سأقابحها قالوا يا اجوخ ليا تقول لي بغيت دخلت بقيت قلسة اوهي كاد قولي اوهي كاد قولي لي ما بغيتش نجاوب حيث اش باتي غمزني قولي لي كان قوليك تديري بحلقة وانت كديري العكس شوفها فلان خاصك تندقها وانتضحك ليها وانتصراع لاخوتتها وانتفعل ليها وترك ليها قلان علي شرطانة فلانة واش انا ما ضربته هي عزبة وانتصراع لاخوتك واش انتي شوية فراسك بنتك مع فونة شوفها فلانة الا هذه ما نقبلها من عندك ولدي هادو فا Надо وانا اعرف شوه فجات حلائتي ازوجب د 하기 وانتظر خبز وانتصراع لها انا صافي فا حسنا اخبرت نيابي أخبرتني أخيراً إنتبه أخبرت لأنني أخبرتك الكلمة وأخبرتك لأنني أعود لك القيصة ما بいうنام؟ أخبرت وقال لأنني أخبرتك وقلتني أبنة أو إمراة؟ قلتني أخبرتك؟ أخبرتك؟ قلتني أخبرتك لأنني أخبرتك أخبرتك إذا أخبرتك وبنيننا اقلتك بأييه اوكا قلت لكا قلت لديه تعد أن اتباعي ان اتباعي ويصدق ويشابه أتباعي mint ونرى اباعي اتباعي عطلتني يضعين سيدة والهي ويجب ستفق نود قالت لولدها نوض 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 هذي رمشي مفاهمة هي كان عند بلها باللي انا و انا غدي نحشم من ابا و ما غديش نقدر نقول لها قال لي ابا مين وصلنا لهذا الهضرة غادي نحبسه هنا ازتت ولدها وها ربات لنا منطار مجديد انا تفكرت باللي انه هو ساكهوم اللي في هالوراق عرف الصالة الشماتة ديالي كان داري يدوم مع امه باش انه يمشي ولكن الساكة دياله منساوه وبقى في البيت قلت لي ماذا كان داري حورية؟ قلت لها امه يقول لها اعافك غي خليني مني لهم دابا ارهب دات الحرب شو بقيت الداري باللاتي تشوفي مجيت ازيت الباسبور ديالي والورقات ديالي ديال السيجور وخبيتهم مصطن حويجي سديت وطحت معهم بنت الناس اما كنت ازيت لها الباسبور دياله وخليتهم كي يدوروا تماما مرميين في المغرب تطلبوا في الوراقي ديالهم المهم هي ذات رصاب اللي انه هو خارجة سخفت في الدرب ودخلت همي اما رجلي قلت لها اصطح نظر واحد شوية راح حورية امي جاهل وحم وعر ورام اما تفهمت شو مع امي ورام اما قلت لك الهضراء غير حورية اللي خرجتها من رأسها ببالي كانت تحولي هذا الشيء كامل قال لها انا امي فلان عمرني ما شفت فيك شي شوفه ما شي هي هادك وراح حورية اللي اعمرها دار راح غير وحمل اللي دار له هذا الشيء وطلعت خلاتي وقاته مصلو للحل سيريقول الولدك بالفرنسي اهبط مقسم على الحيوان بمسك المقاريش ولكن فهم باللي انا وليزان يمو وم الحيوانات ابضع امي كي يجري قال لها فلانا راختك تلعاتك تقول لولدها الحيوان ما الحيوان علي انا قلت لي هو دين راسك ما فهمتي وانو قال لها فوجة ابنتي رجعت حيوان المهم هزت بلي سهاب ورقها وعد بالها بلي انا و باسبور ديالي ورقية تمة وسمحات فيها هي وياها بطبعها يرغب فيها ويتعطي واحد اللجوم لها مصخة حيوانا غلابيني وبين راسي اعرف صبا ما بغير يسكت بدكي يغسل امي بالمعيار اشهد السلعة واشهد اختك شوفي قدامي وشنو كدير محرك في الغربة شنو سيوقع لبنتي سيكبر المشكل ونشوف حالهم وزادوا سيمانة واحدة اخرى دالعين وانا ما تنخرج باش ملقاوش عليها سبا وقل صغير امي خرج برجلها ودخل برجلها وحانا وقت العودة قلت لي يا راجلي قالوا السلام وانا تنسمع صوتها يخرج من التليفون كانوا فتران كتقول لها شفتي الفعلة غدرات كدات الوراق هذه ما زلت تقفيها هم كانوا قادلين بلابية فاش تفكروا الساك وقلبوهم ومالقوش الوراقي ديالي وضربهم الضنق بالليراني لحق عليهم قال لي اشفتاد شي يقدري ارامي مزيان شليك وغير يرجع ليك حورية غير بالخيب على انت فكرت فيه وليفكرشي يكسبعت امك وضحكت فيها عائد ممي واباو الجيران خمستاش اليوم ونمر ميانا ما تسوقتي شليا وما قلبتي شليا جايلين داري لي القالب وتسمحوا فيي يوالله لا كانت لك سوف يمشي معاك نحيي ذا شليف كرشي نولده ونجع ديال دارنا وهكي ورقك ما عندي انا يبدو ندير بالخارج سمحت اسمع قال لي اوامي عادونا في المطار قلت لي هلا فلان اسمع نقول لك واحد الحاجة حطتني في دارنا النهار الأول وشافوك الجيران دابا غادي تزدني من دارنا وكل شي يشوفني قال لي ايلا راني مقطع نيشا للبلاثة الفلانية قلت لي قطع نيشا فين ما بغيتي انا نعرفك انت احدى باب دارنا وجيت هزني قدام الناس كي يشبتني النهار الأول بقى القالية في حلول ومع انا عملت على الحرب ندرت العصاف الروايضة قال لي يا صافينا جاي قطعت معاه قلت لأمي وش دراس كنمشيو المطار قلت لي وش هو جاي قلت له هو بصح جاي والله مامشي معاهانا المطار سنعرفه قد نشتلي تاكسي كورسا والله كيف مضحكوا فيه الناس حتى نطوفوا ويأتي مالقانيش ازدي تراسي مشيت انا اختي الصغيرة وممي المطار ها هو جاي هاد الشمتات دي اللي راجلي وممو واحد ودخالتي اللي حقوا علينا التما شو غادي نقول لكم وش عفتو شنو دارت لامي في ذاك المطار ذاك خالتي ما خلت ما قاتلها دارت لي هالحلقة قاتلت لي اذا ما وصلك خبار بنتك بالليراني قتلتها تحسن علي امي اللي في قبرها وهانتي غادي تشوفي والله حسن دراسيه بيلا وقصتي ستتعاود انا دارت عندي عوداني وبدتك تهدد فيها دابا غادي تشوفي شنو غادي يدوز عليك عندي قتلها خالتي فلانا فاش نكون في الطيران ديالك دري اللي عجبك ولكن تداب في الطيران ديالي قسمان بالله وما تتحركي من حدايا حتى نجمع عليك البوليس ونرمع عليك الباطل عمرك ما تشوفي به الشمس لانتيا ولا ولدك تكمشات ضربات طم وبدت تغيرتك انتخنزر ومرة مرة تشير ليا بيديها وخالي مماك المهم اركبنا في الطيران تسدون بيبان علينا ايوه اراب الراح تتخبط فيها وتشير علي وما خلت فيها غير يا العاهرة يا 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 الى ما اخرى وقاع عباد الله سمعوني ركنت داب زنويها وانتان قولي قولهم ما تسد فمها وإلا الطيران اليوم ستتقلب ساعتين وخمسة وربعين دخيخة اخسكم كتعاني من السبان المسخ والايهانة في وفموح تفخوتي وقلت ليا اخوه وحيدت لي وراقية عوتاني ودك الساعة هبطت وصلنا ذاك اخوه كيف دخلنا ضربتني ببني في الاعتباد الباب وقسم بالله اذا ضربتني حتى تحبزت فيها النفس وقالت لي هانتي غادي تشوفي شنو غادي يدوزع الكذابة من جديد ضربني راجلي ببني على راسي حتى غادي يبطي لي الدمني فيه حتى قاسمان بالله ما بقيتش قدن وقف وبقاتي غوط وتيقول لهم وش هلش اللي بغيتو هانا قتلتها توقفت شوية وبدأت عليهم لا ينعل شي زواج والله يفعل لكم ويعطيكم ويدير لكم وذلك الشيطانة دي الطبيبة نتقطعت لي البيئة دي المغرب باش انها ترجعني هبطت لي حواجي كلهم محطة امني في الباليزة وبدأت علي سيري في حالك والله لا بقتي مع أخي وكأنني مزوجة بالدار كاملها تلت شهور بقيت باش نولد يوميا لحرب ولكن اللي وعرة سمعوها سيتعود لديك ابنت خليب اللي انا وفا جينا من المغرب ديك الطبيبة امها مشو شربوا السيرو دي نعاس لراجلي ودخلوا الواحد البيت نعاس وهم جاءوا ودخلوا عندي البيت دي نعاس انا وقالوا لي وش هيت طلبك قلت لها الا وفي علان ماكنش هيت طليه حيث شمنين جينا ما عايت طليه حيث حيث يدوري التلفون ودخل علي سحب ليه بلي انهم قتلوني عيطل عقوزتي سول عليها وصنع عليها هي سحب ليها اللي انا هو شكيت بيهم من جديد انا قالت اللي انا هو السيف الى ما هو اللي كانت تتعني بيه والله لقد اخليتو ليه انا كنت وطلب به يخلق على سيرو فا فلا وفلان عش ما متضراجي كان خرج كنقلب عليه كالاكوخشينو في بيت اختو كان غارق في نعاس ما عارف ش حد الكمية شربوا ليه كان فيها شعري مشنت في السماء ودميتي ها يبطن من وجهي بدو كان عيطا ينطي على ظهر ويدخ وقلت أن أختي الطبيبة أعطيها سوف نعصبه حتى الصباح ونقضني على ذلك مرأة من الحجر ونقصبه سوف يقصب لها بجر حتى يجب أن يأخذ بجر فأنا ندقى فائق وشفو جهل يتصدم وقلت لديك البيت البارح قالت لي مرأة لم يتقل وقسم بالله اذا جيت عندك وكان بكي اره امك واختك هم اللي داروا فيها هادشي قال لي شنو بايت ندير لك دابة انا خديل الخدمة قلت له والو انا ما غديش نقلس فادار ركاغر قد تخرج هم غدي قتلوني داني معا الخدمة وقاسما بالله نعسى اللي نعسى في الطموبيل عمرني ما نعسى في حياتي جاء وهنا فين غدي تحلي فمه قال لي هم انا خليتكم اديروا اللي بغيتو ولكن باش توصل بكم اديروا اللي بحالة كفوجهة لا را ما نقدرش قلت لها امه صافي غسلاتك او لا تتحكم فيك او اذا بقيت معا يسخط عليك ويفعلك وهو بدك يرغبني باش ممشيش الكوميسارية في الاخير تفقوا باش انا وميعزلوا لي ودالوا لي كوزينة تحت الدروج ولقوا في الدرب واحد البوطة جابوها لي في حوش فيتكم اديروا نغسل الماعن جاءت خالتي اتناقش معاها بنت هالطبيبة لم اعجبها اعلمها ونجاوب على راسي ومعها كانت تسيق ولمكانك حل والله اخواته اليمن راسي تلساسي ومعها كانت تسيق ولمكانك حالتها ربي غي حاسبني اذا ازلت شي كذبا واني ما زال ما عودت تفاصيله اكثر من هذا حلت باب الدار ودعت غادة ذلك الشريعة تمكي لم اعرفش في مشي وما تنعفش اللغة ولم اعرفش المن قلع تقني لم اعرفش لا بوليس فين جاو لم نندوت ولم نرجع واستقتراجع في حالتي دخلت الدار ودوشت ديك ساعة قولي يبقى بوسخك تيجي شمسة الى الرجل ويتمنظر ويشهد على مكاين فجاء قالوا لي رأى ضربت ممي ودرت لاختك ووزد على اختك الموس ورأى الثلاثة ثلاثة 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 كره الزواج وكره الولاد الذي يجوه بهذه الطريقة ديك اللي راجلها حتى هو طبيب اللي هي بنت خالي جاء لوجع ونضدها راجلها ومشت لها الخاطر حتى ولدات عادي اما المكلخ ديالي خلاني كان متفجعي ودموعي فزقوا المخدات ديالي منشيت في الاخر الاسبطار ولم نقدر نورد طبيعي لانه الجنين من فخ في كرشي وبردلية وما قلش معي ما تسوقش ليا عند بنيب اللي انا وصافي ومشي للدار ومسامح كريم وبداية جديدة ولكن الناس دمهم جامد فين هي خالتي؟ منشيت البلاصة الفلانية وحتى شي حد ما كان لقيت بيتي معفرون في ذاك الاسبوع الذي قلست فيه في السبيطار جمعتهم وناسي صغيان وقلبت المطلة وجهدت على راسي وما خليت مدرت ورغي يديروا السبوع المهم ديك التخيلات ديالير عن الناس سيأتي لما اخرى ساعة القطوى الاخير ماجيش قال ينباركم سعود حتى نضرت الحرب على ولدي وقد قالت له ايكا بوالدك لا تبقى الله يرحم منك والدين يتخبطون أمك واذا لم تكن علي تحبسي من هذه محقك انا ارى ان نموت على شرفي وعلى كرامتي الروح تطح و لا تنوت يبقى يبسب على راسي والله ينعي الشيطان ورقلت غاكك غير باش تجاعرك وتكسينتي من بعد 4 أيام تخلت للدار كنت خارجة كنت قد اجعل تعليل رجلي قال لي قرأي الوالد ينبار أعطيها وقعدت له أولي ينبار حواجي دخلت المرحة عزكو مالله وانا خارجة لقيت معا خصو الطبيبة سأجمع واحد البسخة عزكو مالله وصفتها لي ان يشل لوجهي لم ارضيتش رجعت هاليا وبتلع اخه منك انتي ومنتصلتك وقع من اللي يجي من جهتك اعطتني وتجاوبت معها قلت لي ما بغتيش تسكتي جمعت ايدي وصفتها لي لوجهي ما انكدبتش عليكم تناس ايدي حتى الفق ورجعت هاليا وهنا بلينا كانت رايشو ما اعرفش واش كانوا متافقين واشنوا واقع المهم كنت انا وياها صدقت حتى عقوزتي طلعة من الدروج وعبلها خرجة من جهة اخرى ما اعرفش انه كانت تتلعب صغرها شرياضة المهم مهزت رجلات السماء وعطتني على كرشي ما قضيتش النوت مبغيت نهرب تلقى باللي انا وخالتي حابساني يجبوني الباب الدروج باش يطلعوني لانه وطحت جلش متدل الرجلي في الديه والدي كان بازال باقي الحيمة وتيشوفهم مشو داروليا ودفعو اخو عليا تطحلي عاوتاني على كرشي غوط غوطة واحدة ما اقلتش فيها على راسي حتى كان حل عيني كان لقاني في البيت اشوقع شنوترة الله اعلم تريشت والألم قتلني عايت على بنت خاري اجي شو في الجرحة اللي في كرشي شن واقع فيها العار قلت لي رأي عندك القيح حورية جارجلي قلت لي رأي كرشي قدرني ورأي قلت لي افلانة رأي مقيحة هو شاف وعرف شن واقع قل لي رأي ما عندك والو غرفه شتحت لك على كرشك حمار لك اللحم ديالك قلت لي سيرجي بلي مرايا بالعاني باش نشوفها قدامه غيقلش حال عاد جبالية حتى وارب فاش رجع قلت لي خاص كدروري يديني الطبيب هو عرف بلي انه فاش غادي يشوف الطبيب دكشي مع القميش في الوجهي غادي عيق بلي رأي كلي ثلاثة قل لي رأي قدر يوقع مشكل كبير ويحيد لنا الولد قلت لي الحرق لي فكر شربي اللي يعلم به سربيني قل لي غادي ندك ليه ولكن انا مزوك فيك الله يسهل عليك وارحم لك الولدين وارحم لك وخوك وغادي تكون هذه اخر مرة غادي نحط يدعليك وكده 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 حيث كان عارف بلي انا وكل شي غادي يمشي لحبثي لطبا ساقل الخبار شمال القالية قل لي كان ترجعك انا تان وعدك كل شي غادي تبتل ولكن فاش ندك عن الطبيب ما تقول ليش راكي ضربتيني قل لي راكي ضحتي قل لي اي حاجة واخي يغروك باش مكان ما تقول ليش الحقيقة واخي يدعني الطبيب من ظهري ضحتي في الطبيب اللي ولدني قل لي مالك فكرشك قل لي راكي ضرني نحسني وبدأت يعصر ليك انا وتي غرزني بلابنش كان غوط لربي اللي خلقني قل ليش موقع ليك واش تضربتي تان بكوك يقول لي الله واش تضربك راجلك لا راجلي غادي يطلب منه باش انا ويخرج ولكن قل لي بللي انه هو حور يا مكتعوش الفرنسية انا خاصني موقع باش انا نشرح لي كل شي راجلي بقى شد لي يفيد وكي اعصر لي يزع ما عندك تضرب كل سؤال تعتلي الطبيب طبيبتي يقول لي اي شنو حيدي طبيبتي يقول لي اي شنو حيدي شش لي فكرشك ماشي طبيعي راجلي تزير لي علي يدي قال لي راني تنولد وكي نعود ولكن عمرشي حد مجانيب هاد الحالة وزيدون روجك في العصى لا راني غير تحت دكتور لا ما يمكنش قول لي يفين تحت اربع طاني باش انا انقض راسي ولكن انا حمار عزكم الله وكيفتي يقولوا اللي حن تيتمحن قلت لي را كنت في الجردة اللي فيها الشوك والدروج وبدت كننعطي لعفين كنسكنه باش اناوتي يقل في المكتر قلت لي را طلعت مع ذوك الدروج وجاتني الدخة ووزلقت لي رجلي ومع الغيس غاد نطح وراني عمرت كاملي بالشوك قلت لي قلت لي شركة تعاودي لي ما عندوش علاقة مع الشوك وورا الدروج هذه راعصة لانا كون كان الشوك اللي كتقول لي حرية سنلقى البقايا ديال وفراسك قلت لي انا غادي نقول لي قدام رجلك انا غادي نترتقلك هاد القيح وغادي نقاليك ولكن اذا جيتيني مرة واحدة اخرى به غادي تعرفي بلي انا غادي نخلق البقايا وغادي نخيط لك هاد الفتحة من اول وجديد تخيلوا معايا غادي ترتقلي يدك شي بواحد الموس بلا بنج بلا والوتي عصر بيديه قال لي غادي خسني عصر حتى يباليك الدم كان غوط الاربي اللي خلقني ستتجيني الصخفة سالينا وصلنا للدار بقا يطلب مني السماحة ويقول لي انا واثع اخر مرة تعرضت لي امو قال لي ها اياك ودرتوا اللي بغيتوا ما مرة ما زوج وتنقول ما عليش نصبر ولكن جال الوقت لي ما غاديش فيه نصبر ده بغادي نخرج بحالي من الدار نطلي المسخوط اللي سخطع ليك سحلت ليك ودرت ليك وفعلت ليك يا الشماتة ما خلت ما قالت ودات راسب لي انا صخفت لينا في الدروج باش انا ما يخرج قال لي اذا ما خرج من الدار راح حورية اي وقيتها تقدر ترجع للطبيب ويقول لي هم ما اللي يضربوني وكلش غايمشي للحبس خدابة خليلني اعتق اخوتي وماشي حورية تحولنا من دارهم اللي كتخلي بابها وقدمها كتلقى داري ولكن ما قالوا ليش واللي تقول لي جيب لي حويجة جيب لي هالي ديالا باش تسحر ليه كل مرة كان لقى حاجة نقصة تلوح النار نطسها معاه وجاب لي حويجي اللي تبديل عندهم كاملهم اللي غبروا ليه ومحل القصة طويلة واحدث طوال غاديمشي لكم نشان النهاية لانكش كثير وعجيب وفوق المنطق اعذبوني اللي يخط فيهم الحق واذا درشي حاجة الاربي غادي يخط فيها الحق ما عنديش مشكيل واحد نار غاديدقني مزيان بلعصة مشيت هربت ليه تلقيت مع واحد الرجل من دولة عربية اللي غاديديني الكوميسارية اللي يقيتها سادة مشيت البلصة واحد اخرى ذاك الرجل هو اللي يخلص عليها مشيت الكوميسارية وانا حالتي سولوا اني ملكي تنقلون بفرنسيا غير مو ماغي مو ماغي زعمة راجلي سول ذاك اللي معايا واشتعرف لأختي قال لي اه وكان واسط ما بي وانا شرح لهم كيف يدار لي ذاك الرجل قالوا لي غادي تمشي لسبيطار الفلاني وهذا كيفاش غادي تمشي لي وغادي تخصي قدري شهادة طيب بياه وانا شدوني في سبيطار خمستاش اليوم داري لي السيروم حاجة لقوني وسط الحد بدوكي عبروا لي بسنتيمترات الزروق اللي في الجسد ديالي وانا يقولوا لي يا شو كون تنقل لي مرة رجلي ما تيخونيش مشو عيطوا على البوليس غادي يجيبوا لي يا ولدي غادي نردعوا لي انه وعمرت كل حليب رجلي منعو علي هنا ويدخل عندي ولا ي حتى يشوفني هزوني الدوني للصنطر ديال العيالات اللي كيتضربوا او ما يسمو بلي فان باتو وخلوني تماما مشو معي البوليس للدار ديال مو الزيت حواجه حواجه ولدي بقشدك الصنطر حتى وصلنا لمحاكم وكتر من عامين ووقيت تحاكم على العصى اللي كانت يعطاني لي انا وتي كذب وما بغاش يقول الحقيقة ولكن الحمد لله طحف واحد القاضية خرجتها منه عصارات وحتى غادي يقرر منه لراسه وخاقه وريانا كنقول لا الله يرحم لك الواليدين قرر بلا ما يحس حكم تعليني المحكمة بالثلاث سنين ديال السورسي وربعات المليون غرامة مالية للمحكمة والبوليس اما انا اخ اقول لكم ايجيكم تضحك 300 اورو بمعناك 3000 درهم انتعت تمتع لي من مراكلة العصى وزراقيت وتهرزت لي المشوار ديالي طلقت منه اعطته المحكمة انه يشوف ولده ويكانت كل زوج سيماناس والفيلم الاقبح هو انه مبعد في نفس السنة اللي هي في 2008 غادي تزوج بصاحب تخته اللي كانت كاتجي عندنا للطار في الوقت اللي كنت انا كنت طيب ليه وكانحطه ونجلس معه ونجمع معه دوجت به ولدت معه ولدت تحكم وخرجته من الدار وباقي على الفراش اللي كنت قابل عليه به وقدر لها اتت جديد لكن في الاخير ولي الله الحمد كالعوض بالنسبة لي من بعد ما اطلقت منه لقني الله مع ولد الناس وولدت معه دوجت به عشت معه السعادة وولدت معه زوج جالبنيتات البنت الكبيرة اليوم عندها سبع سنين والاخرى عندها عامين اما ولدي اللول دي مراه معايا قرأت وتعلمت اللغة ودت زوج جالديبلومات وانا اخذ دامة اليوم على راسه وعيش حياتي مبرع وكيف ما بغيت العطلة بعطلتها والراحة بالراحة ديالها الرجلي الحالي ووقت ما قلت لي راني بغيت نشوف دارنا ما تيقولش لي يلا الحمد لله انا ما عندوش مشكي فتاشي حاجة النهار طلقت بهدك طلقت ولي الله الحمد مع السلبيات ديالتني والدين في 2014 دوجت باد رجلي اللي عرفتني بيخته ولدي ما شافش اباه من 2021 لانا ومرت اباه وباه لحواليه تهمة وصلنا بها حتى البوليس ولكن ولي الله الحمد ولدي خرج براءة لانا ام القوب اللي هادك غريبا وطلب مني ولدي انه يحيد كنيت اباه ونعطيه كنيتي لكن كنت ضد الفكرة ورغم اني ما كرهتش ولكن طلبت منه انه يصبر على مقسم لهم ولانا سرحت ليه دويت معا وقلت ليها انت كتكبر وكتعرف وكتكرف المحاضر باش تتلقات ممك مع اباك كان حاول نطب طب على قلبه على اباه ونحن له له لكن قرار باش انه ما يسمع صوته حتى يتخرج ويكون هموشان ويمشي يوقف عليه واحد نهار ويقول لي عقلتي على ذاك الشخص اللي اتهمته ويتفقتين تومرت كأنك هم ترمي وفي الحفز تيقول لي ما غيرت نوقف عليه واحد نهار ونقول لي انا جيت باش نقول ليك اراني وصلت وماشي بفضلك انت ولكن فضل ربي اميمتي النهاية دي الحكاية انا وربي اليوم تيفرجني في كل واحد فيهم وانا قلت صلور كنشوف ما كنشفاش ولكن ربي تعت الجزاء لكل واحد حماتي السابقة واللي هي خالتي في الاصل مرضات وجهاز زهيمر وكتقول لي طالقي راجلي واحد نهار ويا ما عقلش على راسها جاءت لي عندي للدار وكتبوصي وكتلب مني سمحة جابتها ليدك بنت خالي اللي قالت لي اراك تكون نعسا بالليل وكتعيط باسمية امك اللي هي اختها فاش كانت كتجيل عندي كنت نقول لي ها الله يسامحك قاعدك صعص علي كان فيها واللي تقدر كل شيء من تحت منها وفي حالة اللي ولادها اليوم كيتمنو لها غير الموت والذيك اللي عيشها هذيك بنت خالي اللي مزوجة بخوطة ليقي حتى هيوقع لها مشاكل معاه ولادها ولدتهم معاه كلهم مراد صحيا ونفسيا ما بغيش ليهم صراحة عندكش اللي انهم كيبقوا صيبيان الولاد مسكنهم والتي تخلصوا الدنوب ديال والديهم ما غديش نعطيكم تفاصيل ديال الامراض ديالهم الله يعافيهم ويشافيهم اهم اربعا بهم واحدة منهم اللي غدي تسلك واحد خطاليقي رام زوجة بقمار وشفار ومخرجها منها ما هي مزوجة ما هي مطلقة وكسمع سقع بلي انا هم مؤخرا رامشة الحبس اما خطو الطبيبة اللي قتلت نعصة رابقة بل ازواج ورفي خمسينات والصخط ديال طاليقي رايش مع هذيك بولد واحد محكمة فيه كيف ما هي بغات واخر يوصلني الاخبار بلي انا وندم حيج اشخلاني وكرف ولكن انا بدي صفحة جديدة من حياتي الحمد لله اليوم ربي جادني بها بالخير صبرت على بزاف ديال الامور ولكن كنت عارفة بلي انا وجهي الخير من بعد هذي قصة وهذه كانت قصة حرية يا سادا كرام دوك اللي تقولوا بلي انا هذي مدلولة واش صبرها واش فعلها انا كنقول والله اعلم اي واحدة عمرها ما تحطت في شي معصرة منتع العذاب عندها الحق تقول لي بغات لانه ما غديش تكون حاسة بالمزود منتع ذيك اللي تخبطت به راح حرية جوبة التعاليق السلبية على الجزء الاول انت علي ما تحقوش الحكاية ديالا لما اخره انا ما فهمت هذي الناس كيفاش ما كيتيقوش حكاية وحنا في الفين ووربع وشن كنسمعوا العجائب والغرائب وشي حاجة بحالك ما كدخوش لهم الراس وهي حقيقية غير ما يقع اليوم في فلسطين من عذاب واذا وابادة جماعية وخصوص الاطفال لما اخره هذي غدي تخليك انك تفقد الامل في اي حاجة في الدنيا بمعنى اي حاجة وقعات راحكاينة وبالمناسبة الله ي يجعل مولانا يوقف معهم ويكون معهم ويعتقهم ويدير لهم شي مخرج من ذيك العذاب صحيح انه ما عندناش ما نديره ولكن عندنا الدعاء يا مولانا يا كريم يا ارحم الراحمين يا ربي شوف من حال ذوك الناس احنا عارفين يا ربي بلي انت عارف شنو كتدير ولكن يا الله ارحمهم برحمتك يا كريم وانا عارف بلي ذوك الشياطين المجوز كيتسنهم عذاب عليم لكن يا الله اللهم ارحمهم يا ربي ارحمهم هذي كانت حكايتنا الليلة فضمتم فرعة الله وحفظه سأقول لكم الى الحلقة المقبلة ان شاء الله سلام سلام